وجه اليمين المتطرف في بريطانيا تغير مراراً ولم تتغير وجوه أبطاله عاد نجمه الأشهر نايجل فراج للسباق المحموم نحو مجلس العموم عودة من لم يناسبه الجلوس على مقاعد الانتظار خارج الملعب حزبه الإصلاح وريث حزبي لبريكزيت واليوكيب ينافس المحافظين هذه المرة بقوة نقطة واحدة فقط فصلت بين الحزبين خلال الاستطلاعات التمهيدية لكن من أين أتى هذا الحزب الصغير بكل تلك الشعبية ثم تسببان لذلك الأول يتعلق بما صنعه المحافظون طوال 14 عاماً إذ سائم الناخبون بشكل أساسي من هذه الحكومة وسبب الآخر أن الزمن تغير وغيرت الأحزاب من استراتيجياتها في الحملات الانتخابية صار لتيك توك وبقية وسائل التواصل الاجتماعي دور كبير اليمين المتطرف ينتشر بقوة في بريطانيا ليس حزبياً فقط بل فكرياً فهو مقارنة بالتطرف الديني ينمو بوتيرة هي الأسرع للسنة الثالثة على التوالي كما يقول تقرير توجهات التطرف الصادر عن الحكومة لبريطانيا في الخطاب الشعبوي يكمل التفسير خفض الضرائب ومنح البريطانيين أولوية على الأجانب طروحات تلقى صداً لدى الفئات الأقل حظاً سلوك اليمين المتطرف تغير أيضاً عد لقادته خطابهم بحنكة صاروا أقل مشاكسة وأكثر لبرالية على الأقل هكذا ظهروا خلال حملتهم الانتخابية قد يبدو اليمين المتطرف ظهرياً أكثر تحررية من وجهة نظرهم بالحكم والدولة لكن هذا ليس سوى مجرد خطاب بلاغي تعبوي لا بأس بذلك أنت تعلم أن السياسة تحتمل البلاغة لكن في الوقت ذاته يجب أن لا نخدع نحن الناخبين هذا ليس كل شيء تيار اليمين الشعبوي الرديكالي أيضاً آخذ في التنامي له مؤيدوه وهؤلاء يجعلون اليمين المتطرف يبدو أقل إثارة للقلق هنا تتردد نظريات المؤامرة والإسلاموفوبيا دون حرج لا تمثيل حزبياً وازناً لهؤلاء لكنهم يمنحون أصواتهم لحزب الإصلاح قرب حلفائهم ما يجعل احتمالات تمثيلهم في البرلمان التالي أكثر رجحاناً منذ قبل